إذا أصابك شيء تكرهه فلا تبالغ في الحزن وما أدراك فلعله خير قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالمؤمن إذا أصابه مكروه لا يكتئب ولا ييأس لأنه يعلم أن علام الغيوب يقدر له الخير ويجعل له في العاقبة ما يحب ففي غزوة بدر كره الصحابة أن يلاقوا نفير قريش لشوكتهم وقوتهم وأحبوا أن يغنموا القافلة ولكن الله أراد أن يلقوا النفير ليعز المسلمين وينصرهم قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقد يكره أحد الزوجين الآخر فيصبر لوجه الله فيرزقه الله منه ذرية صالحة تقر بها عيونهم في الدنيا والآخرة قال تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وقد يحزن المسلم لفقد عمل أو وظيفة فيحمد الله ويسأله من فضله فيرزقه الله عملاً أيسر مما فقده وأعلى أجراً والغلام الذي قتله الخضر عليه السلام لو عاش لعق والديه ولأرهقهما فعوضهما الله عنه غلاماً باراً صالحاً قال تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً وأقرب رحمة وكذلك يعوض الله تعالى المصاب بالمكروه إذا صبر واحتسب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها ولما صبر أبو طلحة وزوجته أم سليم على فقد ولدهما دعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله لهما في ليلتهما فرزق غلاماً ما كان في الأنصار شاب أفضل منه فتحل بالصبر على المكروه والهج بالدعاء المأثور فإن فيه ثلاث جوائز ربانية هي خير من الدنيا وما فيها قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ترجمة نانسي قنقر